في السابع من أيار هناك من أحب استرجاع الذكرى بطريقته المعهودة من الاعتداء على حرية الآخرين واستعمال العنف والتهريب وسيلة هنا في شارع الحمرة وتحديدا على هذا الرصيف عمد عناصر من الحزب القومي السوري الاجتماعي بالاعتداء على الشاب سامر مازح بعد التهديد بسفك دمائه أكثر من مرة على خلفية ما كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي فجأة نحن وماشيين بشارع الحمرة الرئيسي بيطلع علي اتنان دغري بيقوله انت سامر نحن أدونيس نصر وبيهجموا علي كانت تضع علي بطريقة عنيفة يعني حتى كان لفق شاط على ايده وصابني دغري بحديدة الأشاط فتح لي راسي من هون كانت كاتب أنا بالبوست تعليقي على موت أدونيس نصر اللي هو بحزب القوم السوري اللي مات بسوريا من فترة انه نحن ما منشمت بالميت لو اختلفنا معه بالرأي ورسالة للحزب القومي انه حاجة يهددوا الناس وقال انه اللي عم بيقاتل داعش ما لازم يكون بيفكر مثل داعش وبيكسل آخر هيك كان في حوال وكان من ضمن التهديدات انه ايامك معدودة هؤلاء لم يكتفوا بما فعلوه وانما حملوه رسالة اكدوا فيها ان كل من تحدث سلبا عن ادونيس سيلقى المصير نفسه وجابوا لي سيرة حدا من رفقاتي انه هني كمان بدون يتعدوا عليه وهني كانوا مهددينه من قبل لهو ليس ليس بحمدان السبب الرئيسي هو مع وقوفي مع الشعب السوري بسورته ضد نظام الاسد يبدو انه هني بدون رأي واحد عم يفرضو من فترة انه ممنوع حدا بنضمن الناس اللي عم بهددهم وانه حدا يتمشى بالحمرة يمكن بأمان طالما هو ضد سياسات نظام الاسد بسوريا التهديد بسفك الدماء انسحب ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي انه في كانت تعليقات ناس عم تقول ايه واللي مش معاش بنزل على الحمرة ونحن شبيحها لأبد لاش لعينوناك يا اسد وكان حدا قايل هذا اللي سب أدونيس لاش بعضه وعايش لهلأ وكان فيه من نوع من هالتعليقات كله هيدا رفق بتصور ونرفق بمنف التحيات يعني اعتداء من كم يوم على ضابط بالجيش من كم يوم نزلوا وفتعلوا مشكل بالايوبيب كل حدا جرب حاول أتلي بشارع الحمرة مبارح بضيط حاسم سامر تعرض للضرب ليث محمدان مهدد ايضا اما غيرهم فاضطروا للهرب الى خارج لبنان خوفا على حياتهم كل هذا يحدث في بلد الحريات لبنان اشتركوا في القناة